سلامات شباب و اهل و سلام فيكم في مقطع جديد انا اخيرا ارجعت من السفر و زي ما تشايفين انا كاعد في مكان جديد كاميرا جديدة بكل بساطة سيت اوب جديد طبعا هذا الاشي كان واضح من عنوان المقطع و فوق هيك عدد كبير منكم كان بعرفوا لانه لاللي بتابع ستريم كان في عنا هدف نوصله يعني هدف داعم و اذا وصلناه كنت بجيب طاولة جديدة وبعدها بقدر اسوي فيديو سيت اوب طبعا اقدرنا نوصله شكرا ايكم كلكو انتو لكل القدم و داعم في ستريمز في المقاطع شكر خاص لدي لوك لانه هو اكثر شخص قدم داعم في هاي ستريمز فقدرنا نجيب الطاولة جديدة اقدرت اخيرا اسوي هذا السيت اوب و راح افرديكو اياه كمان شوي بس قبل هيك خلوني افرديكو الجزء الثاني من هذا المقطع اللي هو درق الميه smarter يا هادا كان موجود عندي من وقت بس اخيرا قGrرت اني افردكو يياه في مقطع هذا الاشي ما لاحظتو لحد ما نجيبت الدرق بس الموجود في النص زي امرأي بتقدر التشوف فيه الانعكاس فبتقدر التشوفه او بي اس هو شغال هذا على كل درق الميه MELF زي ما حكيت هو موجود عندي من فترة موجود من قبل ما أسافر حتى وصورت مقطع وأنا بفتحه هذا المقطع كان قبل أكثر من شهر أظن فيا خلوني أفرجيكو هذا المقطع درع اليوتيوب شاء الله شاء الغبة أنا خايف تسركوا معلومات من هذه فمزعتها فشكل الغلاف مش كثير منيح بس مش مهم المهم إيش جو الكرتونة فهسا صار أخيرا وقت إنه نفتح درع اليوتيوب أنا متحمس كنت بشوف هالأشياء بس على القنوات الثانية وهسا إحنا بنسويها لحظة شوي فيه كمان أوكي أوكي لحظة لحظة خبطت المايك نايس إيشي أسود نايس كابل ما نشوفه خلانا نحط هذا على الجنب لحظة فيه كرت ليش فيه كرت وكما نشوفه وكما نشوفه لحظة فيه كرت أوكي يعني اللي غلفه هي ريك إذا كان فيه مشكلة في الريوورد احكي معي على الإيميل أوكي تمام شكرا لك يا ريك نحط هذه هان هسا لحظة لحظة هذه اللحظة مهمة في عندك هاي الرسالة خليه خليه يا جنب لحظة 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 باش نشوف هاي كرتون سمعين مش وركة استمر في العمل استمر في البناء احنا ما بنقدر نستنى نشوف شو رح تسوي سنسير لي هذا هو توقع رئيس اليوتيوب هسه وهذا توقيعه توقعها من غلفها بس ولا حد بيهتم بها الوركة المهم هسه هذا اللحظة الدرع ثواني خلينا بس أوه ملمس وغريب متوقعت إش هيك وفي له إشي من درع اليوتيوب لميوفو مئة ألف مشترك اه خبطت اله في اشي زي خشب في اشي توقعت يكون أذكل صراحة فيه اشي زي الخشب تقريبا بس انا بعرف انه فيه فضة كمان في عندك هذا عشان امسحه يعني امسحه هسه يعني اشي وهذا هو درع المئة ألف مشترك ههههه تعرفوا كثير ناس بحكوا انهم ما توقعوا يوصل لهالنقطة انا في كثير فترات في مسيرتي كنت بتخيل اللحظة اللي بمسكوا فيها بس برضو واحد برضو مش مصدق انووصل هادا الاشي فيا كمان مرة زي ما سويت فيديو قبل شهر بسويه هسه شكرا كثير لكم طبعا اول شي الحمدلله اولا واخرا وشكرا شكرا للاهل اللي تدعموني طول هالوقت اصحابي اصدقائي كل اللي ساعدوني عشان اوصل لها النقطة وطبعا شكرا لكم انتو هذا انجاز لنا كلنا يا شباب وهذا هي هذا هو الانجاز الاول ان شاء الله قريبا منجيب الدرع الثاني المليون مش عارفهم ضحطه في الفيديوهات بس لازم يكون موجود في مكان مش عارفهم بالزبط بس يا وصلنا مئة الف فيا زي ما حكيت في المقطع شكرا كثير لكم هذا الاشي كان مستحيل احققه بدون دعمكم انا لحد اللحظة مش مصدق اني عن جد ماسكو في ايدي يعني شعور غريب شوي بس يا كمان مرة شكرا كثير لكم هسا الجزء الثاني اللي عدد كبير منكم بستنى وهو السيت اوب اوكي شباب ان شاء الله يكون عجبكو فيديو الادات اللي شفتوه وهذه اول مرة بساوي فيديو زي هيك وهذه اول مرة بصور بهاي الطريقة فما بعرف اذا الكاميرا منيحة اذا صوت منيح بس يا راح احاول على كل هده هو ما توقعت عن جد في حياتي اني اساوي فيديو لا ممكن تكون توقعت اني يكون في اشياء خرافية ورا اضواء واشياء وتابعوني الصوت وهيك انا كاعدت بشرة للموضوع اوكي هنا في مساحة فارغة حاليا بقدر اني اضبطها بالطريقة اللي بدي اياها في برضو هادي التماثيل هاي التماثيل بمناسبة الحدس راح تظلها في الكرتونة راح افتحها على يوم الخميس اللي هو بعد بكرة بس يا في عندك تمثالين لناروتو في عندك تشكيلة يوكي برضو راح افتحها في عندك طقية لوفي برضو في عندك الدرع اللي شفتوه في الجزء الاول بي اس بي كم من اشي خفيف طبعا بس يا هاده في العادة هاده اللي انا بكون شايفه قدامي طبعا الشاشة متغطية في الطقية مش مشكلة خلاه هيك بش كثير اشياء مميزة لحد اللحظة بس انا تأخرت كثير لحد ما سوي هالمقطع اخيرا جبت الطاولة بعد ما روحت من السفر راح احكي عن كل هالاشياء في الستريم ان شاء الله بس يا هده هو السيتب في عندك كيبورد ريزر في عندك مايكروفون فايفاين بعرفش نوعه بالزبط في عندك الكرسي بلشت اخربه من هسه البي سي موجود هناك عندي طابعة في عندي جرارات احط فيها الاشياء اللي بدي اياها اه هاي الشاشة منيحة كثير اش دي اماي هذيك الشاشة مش احسن اشي صراحة بس هي شاشة ثانية فبنخليها طبعا هذه هي الكاميرا اللي راح تشوفوني بصور فيها الفيديو حاليا حرفيا جبتها مبارح وصلتنا من السبانسر الرسمي للقناة تمكيرا بتقدر تلاكو سيفر ديسكورد تمكيرا في الدسكريبشن هو حرفيا اكبر مجتمع عربي للعدد يوغي بس يا هي كاميرا لوجي تيك بريو فوركي صراحة كاميرا خرافية وهي اول اشي بوصلنا منهم برضو راح يعطونا سماعة قريبا راح يعطونا كيبورد ماوس لوجي تيك كلها اشياء خرافية وفوق هيك راح يجيبولنا اه اضاءة اقدر احطها ورا عشان ابين بشكل احسن في الكاميرا ويا في العادة هذا اللي بشوفه قدامي انا وانا بصور طبعا في شباك كبير قدامي فالاضاءة ممتازة يعني في الصبح بس في الليل ممكن تكون مشكلة بفكرني اجيب الاضاءة احطها من ورا وبرضو اجيب برادي عشان اسكرها او اسكر ضوي الشمس فالاضاءة تكون نفس الاشي في جميع الفيديوهات شو ما يكون الوقت طبعا في عنا برضو سيمبا اللي هو اهم جزء في كل هذا السيت اوب اشي غريب حرفيا انه صار يجي على الغرفة اكثر وفي العادة بيجي بينام يا اما تحت الدسكان او بينام في هاي النقطة الصغيرة عند السجادة زي ما شايفين هو عن جد بعرفش ليش بعد ما سويت هذا السيت اوب صار يحب بيجي هان لسبب بس يا هذا هو السيت اوب ان شاء الله يكون اعجبكو يعني مش هالاشي الخرافي او الاسطوري لحد اللحظة لحد ما احط الاشياء الموجودة ورا من تماثيل من درع اليوتيوب من اضاءات من اشي ما بارش رحط بالظبط بس ما رحط الاشياء الورا بحس انه عن جد رح يكون يعني عن جد زي سيت اوب اللي بتشفوها في الفيديوهات بيكون اشي خرافي كثير بس يا ان شاء الله يكون اعجبكو وخلونا نكمل في المقطع فيا ان شاء الله يكون اعجبكو ما بعرف اذا هذا كنتوا تتوقعوا من السيت اوب بس زي ما حكيت لسه في كثير تحضرات بدي اسويها في كثير اشياء بدي احطها التقية تماثيل من ناروتو وطبعا هذه كلها هدايا المتابعين بالمناسبة وانا في الرحلة اجاني كثير هدايا هذا اجتني من ابو عالي رح احكيلكو عنها كله في الستريم طبعا يوم الخميس هذه التقية اجتني من دلوك برض رحكيلكو عنها يوم الخميس فيا انا متحمس صراحة ارجع لليوتيوب ارجع اسوي فيديوهات اكثر اضبط السيت اوب اسوي ستريم طبعا الحمدلله اولا واخرا وللمرة الاخيرة في هذا المقطع رحكيها كمان مرة شكرا كثيركم على كل الدعم هذا كله ما كان قدرت احققه بدونكم لو كان السيت اوب الميت الف الهدايا كل شي صراحة حتى الكاميرا بشكر الداعم الرسمي تمكير عليها اللينك في الديسكريبشن كل الدعم اللي انتو قدمتوه وكلكم متابعين اصدقاء عائلة الجميع صراحة شكرا كثير لكم وان شاء الله هذا الدعم يستمر يكبر لاني صراحة بحب وان شاء الله انتو تحبوها ويا بشوفكم في المقاطع القادمة كم معاكم يوفو السلام عليكم اشتركوا في القناة